كان طبعا بيشتكي من انه قاعد في السعودية سنوات طويلة جدا وبعد طبعا قاعد كان بيبعت لمراته كل الفلوس وهي يا ربنا يعينك ابعت وعمال يبعت يبعت على ما راجع وخلص الفترة بتاعته قاعد عشر سنين ولا حاجة وبعد ما راجع طبعا اكتشف ان الفلوس اللي بعتها كلها مراته اشترت بيها فيلا باسمها وبعد كده قال لها ازاي تعمل كده قالت له انا حرة وعلى طول جاري على المحكمة ورفعت عليه قضية خلعة فكان بيكلمنا مبارح هو زعلان اوي وفي الحياة انا بقول له وبقول له كل زوج عمل كده ما تلومش اللي نفسك انت اللي غلطان حضرتك اللي غلطان محدش بيعمل كده اه صحيح المفروض زوجتك تبقى امينة لكن طبعا انت برضو المفروض تبقى عندك عقل وتتعامل معها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وده برضو يا جماعة بيفكرني بحاجة مهمة جدا بيقع فيها الكثير من الناس الزوجة تقعد تحتل على جزها وتقعد تقول له طول النهار عملا بتكلم انا ما عنديش انت حتسيبني ايه كذا انت مش حتسيب لي حاجة فيكتب لها يكتب لها بيت يكتب لها عمارة يكتب لها ارض وما الى ذلك وبعد ما يكتب لها تعمل له مشكلة وتعمل له قضية او مشكلة او موضوع انا بقول لكل زوج شايفنا ولكل اب شايفنا دلوقتي لو عندك حاجة ما توزحاش انت موجود او ما تكتبش لحد حاجة ما تقصص حاجة لحد ارجوك اكتب ورع كده بقول فيها عندما القى الله سبحانه وتعالى ياخد كل وارث مراثه كما امر الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهده على كل شيء قدير انك انت لما بتكتب لزوجتك او زي بعض ناسة ما بيعملوا دلوقتي الاسهف الشديد خلي بنات فهو عايز يحرم اخواته من المراث فيكتب كل حاجة باسم زوجته او باسم بناته طبعا ده بيعد على ربنا سبحانه وتعالى لان المراثة جماعة فريضة من الله وربنا قال لنا سبحانه وتعالى في اخذ صورة النساء يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم ربنا عارف ان في ناس ضلالية بقول في ناس ضلالية هتعدل على ربنا سبحانه وتعالى فتعطي هذا وتحرم زك المفروض فعلا كل اب يكتب الورقة دي ودها للمحامي بتاعه او يحتفظ بيها وكل واحد ياخد من رأسه كما امر الله يقولك أصل الولاد يا مولانا بعد ما موت حيختلفه ومسكه في خناه بعض يا اخي انت خلاص هتبقى يعني عند الله سبحانه وتعالى في البرزخ في طبعا في قبرك في برزخك فالمسألة بقى ربنا سبحانه وتعالى تقول له الصالحين المهم انك انت تطبق عدل الله سبحانه وتعالى وما تخصص حاجة لحد وما تنديش ده اكتر من ده لكن دائما وابدا التزم بما امر الله سبحانه وتعالى والزوج ده اللي كان مسافر ده طبعا الله الله سبحانه وتعالى وطبعا الزوج اللي خايت هذي الموال منه من وراء وعملت كده مش هتكسب لا هتكسب في الدنيا ولا هتكسب في الاخرة والفلوس اللي خايتها منه والفلا اللي خايتها منه دي وقاعدة فيها مش هتستريح مهما قاعدت فيها مش هتستريح وربنا مش هيكرمها لا في الدنيا ولا في الاخرة لي يا جماعة لان ربنا سبحانه وتعالى زي ما قدنا كده في القرآن العظيم ان الله لا يهدي كيدا الخائنين الإنسان اللي بيخون ده ربنا سبحانه وتعالى بيغضب عليه وصدق النبي عليه الصلاة والسلام لما قالنا في الحديث الصحيح أدي الأمانة إلى من اعتمنك ولا تخن من خانك الخيانة وحشة جدا وقالنا ربنا في القرآن العظيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به سوف أروح حضراتكم الآية العظيمة دي اللي بتكلم عن العدل وبتحزر من خيانة الأمانة الآية الوحيدة اللي نزلت في جوف الكعبة جوة الكعبة على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين